استكمل القطاع الخاص اللبناني زيارته لدول الخليج الشقيقة وانتقل من الدوحة إلى أبوظبي حيث كان لقاء الأول للوفد الذي يرأسه رئيس اتحاد الغرف محمد شئير ورجال أعمال ورؤساء نقابات اقتصادية مع السفير اللبناني حسن سعد بحضور نائبه هادي هاشم وأكد السفير على ضرورة تركيز القطاع الخاص على المزايا التفاضلية وزيادة القدرة التنافسية لمنتجات لبنان ثم انتقل الوفد إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حيث عقد لقاء اقتصادية مع حجد من الفعاليات الاقتصادية في أبوظبي تجارة وصناعة أبوظبي على أتم الاستعداد أن نقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها ويتمنى أيضا من تجار الإماراتيين زي ما تكلموا لأخوان الوفد اللبناني على أساس أنهم أيضا يروحون استثمرون في لبنان قد تكون الظروف الحالية ما تساعد لكن إن شاء الله منها أنها تكون غيمة صيف وتنجلي وترجع الأمور زي ما كان نهنا العلاقات بين لبنان ومن الإمارات أكتر من أوية جينا لهون لن أويها ولكن هي أوية وهي متينة وستستمر وقال الشئير إن كل مصادر من مواقف تسيء إلى دول الخديج الشقيقة هي مواقف لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الشعب اللبناني ثم زار الوفد الاقتصادي وزير الثقافة الشيخ نهيان بن مبارك النهيان في قصره الذي أبدى دعمه لكل عمل يقوّل علاقات بين البلدين أو أي مشروع من شأنه دعم هذه العلاقة يذكر أن اللبنانيين العاملين في أبوظبي عددهم أكثر من سبعين ألف شخص معظمهم الرجال الأعمال والعملين في مجال التجارة وهم ساهموا بفعالية بنجاح قطاع الأعمال في أبوظبي زيارات مهمة ومبادرات كانت مطلوبة من السياسيين اللبنانيين إلا أنها أتت من القطاع الخاص اللبناني المقيم بقيادة غرفة بيروت وشبل لبنان والمغترب بقيادة السفارة اللبنانية في الإمارات ومجلس العمل اللبناني في أبوظبي من أبوظبي كان معكم عبد الشبار وباسر الخطيب تليفزيون مستقبل